موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة الكرام متابعي القناة ارحب بكم في هذا الفيديو والذي سوف يكتسي صبغة تقنية بحيث اني سوف اقوم بشرح مسألة هامة وهامة جدا فالعديد من المستخدمي الحواسيب ذات نظام التشغيل ويندوز واخوص بالذكر ويندوز سواء كانت هذه الحواسيب مكتبية او محمولة قد يجدون صعوبة في تثبيت بعض البرامج على حواسبهم مثال نفترض انك تحتاج الى برنامج اكس وبعد ان قمت بالبحث عن هذا البرنامج وبعد ان قمت بتحميله من الانترنت واثناء عملية تثبيت هذا البرنامج على حاسوبك قد تفاجأ برسالة خطأ مفادها انه يتعذر تثبيت هذا البرنامج على هذا النظام بالنسبة لهذا العائق او لهذا المشكل ينبغي لك ان تفهم اصل واساس المشكل وبالتالي اذا فهمته سوف تتعامل معه وقد تتوفق في ايجاد الحل المناسب له وهذا ما ساقوم بشرحي في هذا الفيديو حسب تجربتي الشخصية نبدأ على بركة الله فقط اشير الى اني ساحاول تقديم الشرح بطريقة مبسطة دون الدخول في تفاصيل احمق لان هناك احيانا قد نحتاج الى تفاصيل احمق سوف اتجاوز هذه التفاصيل واترك لك حرية البحث عنها على الانترنيت لانها متوفرة المشكل اخي الكريم الذي واجهك وواجه العديد من مستخدم الحواسب تتداخل فيه ثلاث اطراف اذا فهمت هذه الاطراف الثلاثة سوف تكون قادر على تجاوز المشكل فبالنسبة للطرف الاول متعلق بالعتاد المعلوماتي يعني الحاسوب الخاص بك سواء كان ذلك الحاسوب كما قلت مكتبي او محمول يعني الطرف الاول متعلق بالعتاد المعلوماتي الماتيريال الطرف الثاني متعلق ببرمجة نظام التشغيل لديك مثلا الويندوز المثبت على حاسوبك يعني نوعيته هذا هو الطرف الثاني ثم الطرف الثالث والاخير هو البرنامج الذي قمت بتحميله من الانترنيت وتريد تثبيته وتعذر عليك ذلك يعني ذلك البرنامج كيف هو مبرمج نبدأ الآن بالطرف الاول فبالنسبة للعتاد المعلوماتي من بين العناصر الاساسية المكونة لحاسوبك سواء كان مكتبي او محمول لدينا ما يسمى بالبطاقة الام La carte mère نجدها في جميع الحواسين وهذه البطاقة الام تحتوي على مجموعة من المكونات من بين هذه المكونات ما يسمى باللغة العربية المعالج أو باللغة الفرنسية processor كما ترونه هنا إذن بالنسبة لهذا المعالج يعني إن صح التعبير يعني إذا أردنا تعبير مجازي يمكن أن نقول عنه أنه القلب النابد للحاسوب إذا توقف هذا القلب النابد يتوقف الحاسوب بشكل كامل هذا المعالج أو processor هو المسؤول عن معالجة البيانات والأوامر يعني أي شيء تعمله على الحاسوب يمر أبناء المعالج بالنسبة للمعالج هناك مجموعة من الشركات التي تنتج هذه المعالجات لن أذكر هذه الشركات كلها ولكن سأعطي فقط هناك الذين مثلا شركة أنتل يعني معروف على الصعيد العالمي وشركة AMD بالإضافة إلى شركة أخرى ثم المعالجات الخاصة بالحواسيب ليست هي المعالجات الخاصة بالهواتف الذكية أو لطابلت إلى آخره نحن نركزها للحواسيب فقط إذن قلنا من بين الشركات التي تنتج المعالجات شركة أنتل وشركة AMD فيما سبق كانت هذه الشركات مثلا فلنأخذ أنتل كانت هذه الشركات تنتج معالجات ذات بنية أو معمارية هذا المصطلح باللغة العربية بنية أو معمارية وباللغة الفرنسية يمكن أن نسميه بالأخشيتكتور إذن كانت هذه الشركات تنتج معالجات ذات أخشيتكتور أو بنية أو معمارية من نوع 32 بيت هنا لم أدخل في التفاصيل لأنه فيما سبق في بداية المعالجات كانت هذه المعمارية من نوع 4 بيت و 8 بيت إلى آخره نحن سنركز على ما يهمنا في هذا الشرح فقط إذن قلنا فيما سبق كانت هذه المعالجات ذات معمارية من نوع 32 بيت وبفعل تطور التكنولوجيا وتطور الصناعات والرغبة في حواسيب أكثر قوة وأكثر سرعة في معالجة البيانات تطورت هذه المعالجات يعني نحن نتحدث مثلا على شركة أنتل مثال إذن فإن شركة أنتل طورت معالجاتها وأصبحت تنتج معالجات أكثر سرعة وذات معمارية أو بنية أو أرشيتكتور من نوع 64 بيت هنا أنا لا أتحدث عن الأنوية يعني مثلا قد نسمع مثلا معالج كور 2 معالج كور 3 و 5 أنا لا أتحدث عن ليكور أنا أتحدث عن الأرشيتكتور يعني بنية المعالج إذن بنية المعالج فيما سبق كانت 32 بيت والآن أصبحت 64 بيت يعني تعطي سرعة أكبر في معالجة البيانات إذن حاليا لدينا معالجات ذات معمارية 64 بيت ومن بين وهذه المراحلة مهمة جدا أنتبهوا لها من بين أهم الخصائص الخاصة بهذه المعالجات يعني 64 بيت أنه يمكنها استغلال أو إكسبرواتي استغلال وتشغيل والاستفادة من ذاكرة عشوائية تساوي أو أكبر من 4 جيجا الذاكرة العشوائية هي لارام فلنفترض مثلا أن حاتوبك لمزود برام قيمته 8 جيجا إذن معالج 64 بيت سوف يشغل هذه 8 جيجا كاملة إذا كانت لديك 16 جيجا معالج 64 بيت يشغل 16 جيجا كاملة أما بالنسبة للمعالجات القديمة يعني 32 بيت إذا كانت لديك رام 2 جيجا فهو يشغلها كاملة إذا كانت لديك رام 4 جيجا سوف يشغل لك تقييبا 3 جيجا فقط أما 1 جيجا المتبقية فإنها سوف تضيع ولا يمكن استغلالها إذا كانت لديك رام 16 جيجا أو 8 جيجا سوف يشغل لك 3 جيجا فقط من هذه التمانية أما الخمسة المتبقية لا يشغلها معالج 64 بيت فهي تضيع إذن هذه نقطة قوة في المعالجات الحديثة من نوع 64 بيت حاليا في الوقت الحالي كل الحواسب التي تنتجها كبريات شركات إنتاج الحواسب كالأشبي وديل وأزيس إلى آخره كل هذه الحواسب تأتي يعني مزودة بمعالجات حديثة من نوع 64 بيت وغالبا ما تأتي برام 4 جيجا 6 جيجا أو 8 جيجا إذن لاحظوا تطور العتاد المعلوماتي إذن هذا فيما يخص الطرف الأول يعني المعالج هل هو 64 بيت أم 32 بيت سنمر الآن إلى الطرف الثاني الطرف الثاني برمجة نظام التشغيل كما نعلم فإن نظام تشغيل ويندوز الذي تنتجه شركة ميكروسوفت يعني هو النظام التشغيل الأكثر انتشارا طبعا هناك أنظمة تشغيل أخرى كمثلا آيو اس الذي تنتجه شركة أبل وغالبا ما يكون في منتوجاتها فقط وهناك كذلك أنظمة تشغيل كالينيكس وأوبونتو وكالي لينيكس إلى آخره ولكننا سنركز على نظام التشغيل ويندوز لأنه الذي يهمنا في الوقت الحالي بالنسبة للويندوز نحن نعلم بأن هناك نسخ مثلا هناك الويندوز ست سبعة الويندوز تمانية الويندوز عشرة هناك الويندوز إكس بي إلى آخره لكننا سنركز على الويندوز ست وتمانية وعشرة باعتبار أن الويندوز إكس بي أو ما قبله يعني في طريقه إلى الإنقراض إن لم أقل إنقرد إذن فشركة ميكروسوفت مثلا عندما أنتجت الويندوز سبعة الويندوز ست فهي تعلم بأن الحواسب طبعا الويندوز يعني تنتجه لكي يتم التثبيث على الحواسب المكتبية أو المحمولة إذن هي تعلم بأن في السوق يعني لدى الأشخاص الحواسب التي لديهم قد تكون معالجاتها 32 بيت أو قد تكون معالجتها 64 بيت مثلا شخص معين يشتري حاسوب مكتبي قد يشتري حاسوب حديث يعني معالجه 64 بيت وقد يكون حصل على حاسوب نوع الماء متقادم ومعالجه هو 32 بيت إذن شركة ميكروسوفت لكي لا تحرم الكل من تثبيت ويندوز ست وهذا في صالحها يعني لكي تسوق مثلا المنتوج الخاص بها إذن تنتج ويندوز ست من نوع 32 بيت يعني خاص بالحواسب التي تحتوي على معالجات 32 بيت وتنتج كذلك ويندوز ست من نوع 64 بيت يعني خاص بالحواسب الحديثة التي تحتوي على معالجات من نوع 64 بيت بالنسبة للويندوز ست يعني لم أتحدث هل هو بروفيسيونال أم هوم أم أنتجرال إلى آخره إذن كيفما كان يعني نوعية هذا الويندوز صوف توفره شركة ميكروسوفت في شقين الشق الأول أو النوع الأول ويندوز ست 32 بيت والشق الثاني أو النوع الثاني ويندوز ست 64 بيت بالنسبة للويندوز تمانية أو تمانية واحد نفس الشيء ويندوز تمانية واحد اثنين وثلاثة بيت ويندوز 8 واحد 64 بيت بالنسبة للويندوز 10 نشي قلنا لماذا لأنه حسب الجهاز الذي سيتم تثبيت هذا الويندوز عليه إذا كان هذا الجهاز دو معالج نوعا ما متقادم 32 بيت تصلح له نسخة الويندوز 32 بيت إذا كان حسب يحتوي على معالج حديد من نوع 64 بيت تصلح له نسخة الويندوز 64 بيت إذن هنا سوف نأتي إلى نقطة هامة نفترض مثلا أنه لديك حاسوب محمول وأنت تعلم مسبقا بأن المعالج في هذا الحاسوب هو 32 بيت إذا توفرت لديك نسخة ويندوز 7 64 بيت لا يمكنك نهائيا تثبيتها على هذا الحاسوب المحمول سوف تبدأ عملية التثبيت ثم عندما يتحقق الويندوز من الماتريال سوف يجد بأن المعالج 32 بيت وبالتالي سوف يعطيك النظام التشغيل كاملا سوف يعطيك رسالة خطأ يقول لك بأن هذه النسخة الويندوز لا تصلح لهذا الحاسوب لأن هذا الحاسوب يحتوي على معالج من نوع 32 بيت وبالتالي يجب عليك التوفر على النسخة يعني هذا هو مفاد هذه الرسالة ما العمل؟ العمل هو أن تبحث عن نسخة ويندوز 7 32 بيت إذن هذه هي المتوافقة مع المعالج الخاص بك نفس الشيء يعني الذي قلته عنه الويندوز 6 فإنه يمكن القوله على الويندوز 8 واحد والويندوز 10 جيد نفترض الآن أنه لديك حاسوب محمول وأنت تعلم مسبقا بأن معالجه هو 64 بيت إذن إذا أردت تثبيت الويندوز 7 أو الويندوز 8 واحد أو الويندوز 10 هنا لديك الإختيار يجلز الوجهان إذن أنت لديك معالج حديث وقوي 64 بيت يمكنك أن تقوم بتثبيت إما نسخة ويندوز 32 بيت سوف يقبلها أو ويندوز نسخة 64 بيت سوف يقبلها المعالج لكن إذا أردت أن التعامل بدكاء مع الأمر فيفضل في هذه الحالة ينصح وبشدة بأن تقوم بتثبيت نسخة ويندوز 64 بيت لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالذاكرة فلنفترض بأن هذا الحاسوب كما قلنا بأنه حديث معالج حديث 64 بيت إذن أكيد أن الرام التي سوف تكون لديك هي 4 جيجا أو ربما 6 جيجا أو ربما 4 جيجا وتفكر مستقبلا في إضافة رام أخرى من نوع 4 جيجا لكي تصبح لديك 8 جيجا إذن هنا سوف تتعامل بدكاء مع الأمر سوف تقوم بتثبيت ويندوز 7 أو 8 أو 10 من نوع 64 بيت لماذا؟ لأنه سوف يشغل لك الأربعة جيجا التي لديك في الرام كاملة ومستقبلا إذا أدفت أربعة جيجا أخرى أو ربما أكثر سوف يشغلها ذلك الويندوز إذن هذا فيما يخص الطرف الثاني الذي هو الويندوز ما هو الويندوز الذي سأقوم بتثبيته على حاسوبه نمر الآن إلى الطرف الثاني الطرف الثاني قلنا هو البرنامج الذي تريد تثبيته والاشي غال به فما قيل عن الويندوز سابقا وبأن شركة ميكروسوفت توفره الويندوز في نسختين نسخة 32 بيت ونسخة 64 بيت فنفس الشيء يقال عن البرامج سأعطي مثال فالنفتري مثلا أنك تريد تثبيت برنامج الإلليستراتور CS6 فشركة الأضوب باعتبارها الشركة المنتجة لهذا البرنامج فهي سوف تنتج أو تنتج برنامج الإلليستراتور CS6 والنوع الثاني إلليستراتور CS6 64 بيت لماذا؟ لأنها تعلم بأن في السوق يعني الأشخاص الحواسب التي لدى الأشخاص قد تكون حواسب ذات نظام تشغيل 64 يعني ويندوز 64 بيت وقد تكون حواسب ذات نظام تشغيل ويندوز 32 بيت لاحظوا هنا بأني لم أتحدث عن المعالج هل هو 32 بيت أو 64 بيت لماذا؟ لأن برنامج الإلليستراتور عندما تريد تثبيته فهو يتعامل يعني يتم تثبيته داخل نظام التشغيل من شأنه النظام التشغيل هل هو 64 أم 32 إذن قلنا إذا كنت تتوفر على حاسوب يتضمن الويندوز 6 32 بيت فينبغي لك أن تبحث عن الإلليستراتور CS6 32 بيت لأن في هذه الحالة سوف يقبل نظام التشغيل أو سوف يتم متثبيته بنجاح على الويندوز 6 32 بيت وإذا كنت تتوفر على ويندوز 7 64 بيت سوف تبحث عن الإلليستراتور CS6 وصوند كات بيت لأنه سوف يتم متثبيته بنجاح على النظام التشغيل المشكل المشكل الذي يحصل هو إذا كنت تتوفر على الويندوز 6 32 بيت وأردت أو حصلت على الإلليستراتور CS6 64 بيت وأردت تثبيته على النظام التشغيل إذن في هذه الحالة سوف تظهر لك الرسالة مفادها بأن لديك الإلليستراتور 64 بيت وتريد تثبيته على ويندوز 32 بيت وهذا غير ممكن أعتقد الآن بأن الأمور قد اتضحت لك إذن النظام التشغيل الذي لديك إذا كان 32 بيت سوف تبحث عن البرامج من نوع 32 بيت لأنها سوف يتم تثبيتها بنجاح وإذا كان لديك نظام تشغيل من نوع 64 بيت فإنك سوف تبحث عن البرامج من نوع 64 بيت التي سوف يتم تثبيتها بنجاح علما أن هناك إذا كنت تتوفر عن نظام تشغيل من نوع 64 بيت فحتى برامج 32 بيت يتم تثبيتها عليه يعني نفس ما قيل عن الويندوز مع المعالج لماذا؟ لأنه لديك معالج قوي 64 بيت ومثبت عليه نظام تشغيل قوي ويندوز 64 بيت وفي هذه الحالة إذا كنت تتوفر على برنامج من نوع 64 بيت فسوف يتم تثبيته بنجاح وإذا كنت تتوفر على برنامج من نوع 32 بيت سوف يتم تثبيته كذلك بنجاح المشكل يظهر إذا كان لديك معالج ضعيف 32 بيت وأردت تثبيت برنامج من نوع 64 بيت عليه هنا يظهر المشكل إشارة أخيرة إخوتي الكرام وهو أنه أمام التطور السريع والرهيب للتكنولوجيات الحديثة وما يوازيه من تطور على مستوى العتاد المعلوماتي فإن شركات إنتاج البرامج بدورها تقوم بتطوير برامجها لكي تصبح أكتر قوة وأكتر سرعة وأكتر يعني من حيث المؤثرات والخصائص وبالتالي كلها تأتي مدعمة للنظام 64 بيت إذن كانت هذه الملاحظة إخوتي الكرام هي أخر شيء في هذا الفيديو أتمنى أن أكون قد وفقتوا في الشرح بأن قررتكم من الصورة وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الأمور التقنية إذا كان هناك أي لبس أو إبهام أو أردتم استفسار أو أردتم يعني طرح إضافات جديدة حول هذا الأمر تفضلوا مشكورين إخوتي الكرام هنا في التعليقات على اليوتيوب أو في التعليقات عبر صفحتنا على الفيسبوك كذلك لا تحرمونا من لايك ومن الاشتراك في هذه القناة ومن مشاركة هذا الرابط مع كل من يحتاجوا لمثل هذه المعلومات شكرا لكم إخوتي الكرام والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر